المغرب حكامنا كتنين يمكن على مصر الخلاصة احنا بدينا نفهم هنعمل ايه المغرب هي بالنسبة انها هتفضل منافس ومنتخب رائع جدا تسبب كاسي عنا معاملين اداء رائع جدا في كاسي الامر افريقيا عاملين اداء محترم جدا شفنا امكانيات عظيمة لمنتخب المغربي بس انت لو سألت يا حد في الشارع ايه رائك في المنتخب المغربي هيقولك اشرف حكيمي ويسكت بس باقي المنتخب كله رائع كلمة معاك بعد المنتخب المغربي فاكر الحلقة اللي كانت عن سنغال وقلت لك وقتها ان انا وانا بتفرج على القرع عمال اقول يا رب بلاش المغرب انا بالنسبة للمغرب هي اقوى منتخب حاليا في افريقيا وكاس هم الافريقية هم بالنسبة لي برضو هم افضل منتخب رغم ان هم دخلوا بشكوك كبيرة جدا يعني بحد دلوقتي لسه الجمهور المغربي عنده شكوك في وحيد حلوزيتش بسبب برضو استبعاد حكيم زياش بسبب استبعاد نصير مزراوي اسماء كانوا متوقعين ان هي تبقى موجودة برضو في خط الوسط توليفة خط الوسط ما بقاش موجود بالهندا وبصوفا والاحمدي الاسماء صاحبة الخبرة الكبيرة اللي احنا متعودين عليها بقى فيه اسماء جديدة ام رابط ما بلعبش بشكل اساسي مع فيورنتينا الخط الوسط تحديدا هو اضعف حلقات او اضعف خطوط منتخب المغرب احنا معنا حالات فممكن نعرضها واحنا نبدأ نعرضها صورا بس احنا عايزين نقول ان منتخب المغرب احنا كنا منقول ان كودفوار شبه السنغال منتخب المغرب مش شبه بقى ولا كودفوار ولا شبه السنغال منتخب المغرب بيلعب بطريقة مختلفة خالص بيلعب بطريقة 4-4-2 اعتماده مش على الوينجات خالص ما عنده السرعات على الوينجات بص يا كيمو هنبص هنلاقي دايما ان منتخب المغرب عنده كثافة عددية في منطقة جزاء المنافس ده ضد ملاوي هنبص هنلاقي ان فيه تلاتة من منتخب المغرب ضد في منطقة جزاء ملاوي اللي هم مين اللي هم ايوب الكعبي اللي هو النصيري ومع سوفيان بوفال اللي هو طبعا اهم لعبي منتخب المغرب نكمل في بقية الحالات اربعة في منطقة الجزاء نكمل بقية الحالات خمسة في منطقة الجزاء نكمل بقية الحالات سبعة في منطقة الجزاء دايما عندهم كثافة في منطقة جزاء المنافس ليه؟ هم بيلعبوا اربعة اربعة اتنين بس دايما بيدوا المساحة لأشرف حكيمي انه هو ينطلق من ناحية اليمين والباكي الشمال ينطلق من ناحية الشمال فطيب ده بيعمل لهم ايه؟ بيديهم المساحة ان يبقى فيه تلاتة دايما موجودين في منطقة جزاء المنافس مع وجود سفيان مرابط بيحاول ان هو برضو يزيد مع الموجودين فاته دايما هتلاقي يا ام اربعة طبعا برضو مع كامل الاحترام دي ملاوي مش منتخب مصر بس دايما هتلاقي ان فيه موجود تلاتة على الاقل جوه منطقة الجزاء ده بيعمل ايه؟ بيخلي دايما ان الظاهير مشتت الباك بتاعك مشتت فلما بيلاقي ان سفيان بفعل داخل فبيضطر ان هو يدخل معاه فده بيفضم ساحة للباك علشان ينطلق ويلعب عرضية سواء بقى اشرف حكيمي او سواء الباك الشمال طيب نكمل برضو بقية الحالات اللي هتشرح اللي احنا بنقوله ده اهو معي تمام ده ضد ملاوي برضو تمام فيه التلاتة جوه منطقة الجزاء ده الشكل اللي بيعتمد عليه منتخب المغرب دايما ان دايما التلاتة دول سبتين بعيدا بقى عن فكرة الهجمات المرتدة او التحولات الهجومية السريعة لا التلاتة دول دايما موجودين بالشكل ده هنبص يا كريم هنلاقي ان الباك الشمال والباك اليمين بتوع ملاوي ضمين لجوه علشان يتحركوا مع الجناحين بتوع المغرب ده بيفضي مساحة لأشرف حكيمي وآدم مسينة باك واتفورد ان هما يقدموا هما الزيادة على الوينجات مش ان هما بيلعبوا بوينجين زي منتخب كودفور مش بيلعبوا بجرادل ونيكلاس بيبي زي ما كنا شفنا ضد كودفور نكمل ده برضو بيشرح لك ازاي هما بيوزعوا اللعب دايما هتلاقي ان هما بيروحوا ناحية اليمين او ناحية الشمال في الوقت ده بتلاقي الباك اتفتح له خلاص مساحة علشان يبتدي خط الوسط يوزع له اللعب الكرة دي في النهاية اتلعبت لحكيمي وحكيمي كان غير مراقب بس انت برضو لو بصيت الناحية التانية هتلاقي ادم مسينة برضو غير مراقب فدايما في مساحة للباكين ان هما يتحركوا بسرعتهم الكبيرة جدا ويقدموا الزيادة بص برضو ده ضد الجابون ايه اللي حاصل ان هما مخلين دفاع الجابون منكمش جوه منطقة الجزاء فبيفضوا مساحة دايما هتلاقي ان في حد ما بين قلب الدفاع او حد ما بين قلب الدفاع دي الخريطة الحرارية بتاعتهم ضد ملاوي وبتشرح برضو ازاي هما بيهجموا وهتلاقي الحتة الفاضية دي هي دي الحتة الفاضية اللي ما فيه صانع ألعاب هما مش بيعتمدوا على صانع ألعاب هما بيعتمدوا على الهجوم من الوينجين بس زي ما قلتلك من غير وينجات فهتلاقي ان اكتر الاماكن اللي يتحركوا فيها الوينجين مع منطقة جزاء المنافس طيب ايه بقى المشاكل الدفاعية احنا شوفنا دلوقتي خلاص الحالات الهجومية بتاعتهم ايه بقى المشاكل الدفاعية مشاكل الدفاعية الحتة الفاضية وراء أشرف حكيمي والحتة الفاضية وراء آدم مسيمة ودايما دايما ما بيقدروش انه هما يغطوا المساحة دي ليه لان زي ما احنا ما قلنا ان لعيبة خط الوسط عندهم ما عندهمش خبرة كبيرة يعني سوفيان مرابط بلعب في بورنتينا مش بيشارك بصفة اساسية سليم املاح ما كانش اساسي اصلا قبل البطولة لعب ستاندر ليج عمران لوزا ما عندوش خبرة الوحيد الخبرة شوية في خط الوسط هو سوفيان بوفال وزي ما شكنا ان سوفيان بوفال دوره جومي اكتر فدايما هتلاقي المساحة وراء البكين هي اللي بتعمل كل الخطورة نكمل ضد غانا برضو وراء أشرف حكيمي هي المساحة اللي بتعمل ضد الخطورة طيب ده بيعمل ايه لما الكورة بتتلعب صح بيضطر واحد من قلبين الدفاع ان هو يخرج يقابل الوينج اللي معاه الكورة فبيفضل مساحة بقى ان انت جوه منطية الجزاء يبقى فيه عندك لعب يقدر يستلم منه الكورة يقدر يستلم من الوينج لو العرضية تلعبت بشكل كويس ضد غانا الموضوع برضو القرر وراء أشرف حكيمي بنفس الطريقة هي دي الخطورة اللي تقدر ان انت تتمثلها على منتخب المغرب علشان كده انا بشوف ان منتخب المغرب مختلف تماما عن كودفوار منتخب المغرب منتخب يحب ان الكورة تبقى في رجله لان هو ما عندوش السرعات اللي كانت عنده كودفوار ان هو يعمل تحولات هجومية سريعة لا بالعكس انت دايما هتلاقي ان الكورة في رجله المهم انت ازاي تقدر ان انت بقى تتحول انت بسرعة تعمل ترانزيشن بسرعة ان انت تستغل المساحات وراء البكين ومع ارضية ملعب افضل من اللي احنا شفناها في جابومة اعتقد ان منتخب مصر يقدر يعمل ده كويس لانه هيقدر يحتفظ بالكورة في الترانزيشن ان هو يقدر يلعبها سريعا لان بصراحة احنا شفنا كام كورة ضد كودفوار من مصطفى محمد مثلا كاتب تبقى لمحمد صراح بتروح بشكل غريب فان شاء الله يعني نقدر نستغل شاء الله